وهو ما قاله إمامٌ كابن تيمية رحمه الله رحمةً واسعة عندما قرأ قول الله تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا قال حقيقة حال المكلف كائنٌ في دلالة هذه الآية لأن الحجة على العباد الحجة التي تقام على العباد إنما تقوم عليهم بشيئين الأول أن يوجد التمكن من العلم بما أنزل الله تعالى أن يكون هذا الإنسان المكلف عالماً بحكم الله عالماً بما أنزله الله تبارك وتعالى ثانياً أن يكون قادراً على العمل به فالجاهل بالحكم والعاجز عن الأداء لهم جانب الرخصة والتيسير بل قالوا قد يرتفع أترتفع العقوبة عنه وهو ما أكدوه وكما ذكرت سلفاً في قاعدة شاطبية في كتاب الموافقات وضعها الإمام الشاطبي رحمه الله ورحمةً واسعة قال عدم العلم بالحكم يرفع عن المكلفين العقاب عدم العلم بالحكم يرفع العقوبة ولكن عدم العلم بالعقوبة لا يرفع الحكم ما معنى هذه العبارة إنسان مسلم لكنه ليس على دراية بهذا الحكم هل هو ممنوع هل هو واجب هل هو مباح لا يعلم حكم هذا الفعل فعدم العلم بالحكم رفع عنه العقوبة لا يوجد ما يسمى بأن الجاهل بالحكم يعاقب لا شرط من شروط تنفيذ الحكم أن يكون عالماً به لكن أحياناً يكون عالماً بالحكم لكنه غير عالم بالعقوبة يعني يعلم بأن هذا الفعل حرام لكن عقوبته إيه هو لا يدري ما هي عقوبته هل معنى عدم علمه بالعقوبة يرفع عنه العقاب قال لا القضية عندنا هي عدم العلم بالحكم لكن العلم بالحكم ما عدم العلم بالعقوبة لا يرفع العقوبة هذا هو المقصود من عبارة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وهذه عبارة دقيقة نحن في أمس الحاجة لها لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أته المخطئ والمذنب سأله أتدري ما حكمه عندما أته ماعز سأله عن معرفته بالحكم أم لا هل هو عالم بالحكم أم لا فإذا بماعز يجيبه بالإيجاب نعم هو يعلم الحكم كرر السؤال مرة وأخرى وثالثة لذلك قالوا أنه من الواجب على المفتي أن يكرر السؤال مرة ومرتين وثلاثة حتى يستوثق من المستفتي كذلك القاضي يسأل مرة واثنين وثلاثة حتى يستوثق منه من الجاني لذلك كان يسأل أتعلم ما هو أتدري ما هو لذلك العلماء قالوا شرط رئيس من وجوب أداء الفعل على المكلف أن يكون عالما به وأن يكون عالما بالسلطة الآمرة وهو الله جل وعلا ثم أن يكون قادرا على الأداء يعني عنده القدرة البدنية التي تؤهله على تنفيذ هذا الأمر بيسر لكن إذا كانت هناك مشقة فتح له باب الرخصة أو باب البديل فما لم يستطع قائما فجالسا وهذا من العلم أو الفقه الحي هذا يسمى الفقه الحي الذي يرأي حال المكلفين وكما قال عنه ابن القيم رحمه الله الفقه الحي هو الذي يدخل إلى القلوب بغير استئذان يقبله يقبله الإنسان العادي والعام والمثقف والمكتهد لأنه فقه يراعي حال المكلف معرفياً وأدائياً ويراعي ظروفه حتى في الألفاظ فاهتم العلماء بهذا الأمر وقالوا إذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه كالمجنون وهذا في أوقات وفترات هذا في أوقات وفترات ليس على الدوام إذا لم يكن عالماً فنعرفه ونعلمه بالحكم مادام صار علماً وجب عليه الأداء بشرط أن يكون قادراً على أدائه